مرحبا يا خلاح مرحبا يا خلاح عصر الصد imbalance وانشاغ الهو علم يمين وقمات الوطن يوم الصد ICU يوم Congress الرجل موسيقى أستاذ منير في البداية خلينا نتعرف عليه من عرض أستاذ المشاهدين موسيقى موسيقى أنا شيء تقريبا حوالي 27 سنة بالإمارات موسيقى وبنسبة المطعم أنا شيف طبعا موسيقى أول ما فتحت مطعم تركي بالإمارات مطعم زاهد إستنبول صار لي 21 سنة ماشا الله أول مطعم تركي وأحسن مطعم تركي ماشا الله العمال سطاف كله إتراك طبعا عندي موسيقى وإن شاء الله يعني بالمستقبل بدي أوسع بدي أكبر موسيقى صار ميلا لو نحكي يعني عن التأسيس المطعم كيف كانت البدايات التأسيس وكيف كان اكتيار المطفين وإي سنة أسسنا المطعم؟ سنة ألفين 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 بلشت طبعا يعني مقابل عشرين سنة واحد وعشرين سنة موسيقى موسيقى كيف كان الصغير شويه بس الحين كبر كيف كان صغير شويه بس الحين كبر يعني كالسنة كان بيزيد الشغل دواي كان بتكبر بس حاليا الحين طبعا كل شي يتغير يعني كل شي صار على الانترنت على الإنترنت بس مقابل كان طبعا أسهل كان بيحكي على الزبون وفتح مطعم في عنده أكلات هيك وذيك على الكلام كان الناس كان بيجوا بس طبعا حاليا كل شي صار على السوشيال مادية مطعم زارة إسطنبول أول مطعم وأحسن مطعم تركي بالإمارات عنا أكلات مشهورية الإسكندر مشهورة عنا والكباب إسطنبولي مشهورة عنا الفطاير مشهورة عنا شورما تركي مشهورة عنا شورما دونر كباب وشورما دجاج طبعا وعنا مثلا رزب الحليب بالفرن مشهورة عنا الناس بيعجبوا كتير عن الشيء هذا وشيء شوية غريب يعني وطبعا الطبق يومي يوميا بيطلع أطباق كل يوم بيتغير الأطباق يعني هادول اللي عديت عليك ترجمة نانسي قنقر 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 ويجعون دول الخليج العرب، لبنانين، سوريا، مصر، أتراك، إنجليزين، أمريكين، ألمانين، حتى يابان، روسيا، دول روسيا، كلها بتحصلها هنا موجودة وكله ينبسطوا، يعجبوا الأكل التركي يجربوا الأكل التركي بيرجعوا؟ الحين مقابل السنة، تقريباً مقابل عشرة أصليم أحد ما كان بيعرف فطور تركي بعدين الحين شوية شوية الناس تعاودوا على الفطور تركي طمعاً عنا فطور تركي بعدين الفطور تركي عنا مثلاً فيه حاجات مثلاً نعملها صوسيس تركي بالبيت، بالفرن، عنا قيماق عنا مثلاً مع عسل، مع السميت، مع بورك، مع مرباط، نوعية مرباط يعني هذول، كله بنقدمها ميكس على الطاولة والناس كله مبسوطة أستاذ مني لليوم لو نتكلم عن دهرة إسطنبول صلوه أكثر من 20 سنة داخل الإمارات أيوه، لو بعد خمس سنوات إن شاء الله وين نشوف المطعم ونشوف حضرتك إن شاء الله؟ والله بعد خمس سنة يعني إن شاء الله يعني بيكون عندي شي حوالي ثلاثة مطعم بعد بعد هذا ثلاثة مطعم داخل دبي ولا؟ يعني الحين داخل دبي يعني بدي اثنين تاني يعني اللي عندي هيك بروجيك ثلاثة الحين فيه بالأمان الصلالة بنفتح بالصلالة بعد وفيه تكلفة من بغداد عراق فيه تكلفة من الإيران بس بس حاليا أنا بركز على الإمارات على الدباي ليش أنا بحب إمارات وبحب دباي كتير يعني الأيالي كله هون كله مبسوطين والحمد لله نحمد ونشكر يعني دولة كتير محترمة وفيه أمن فيه نظام فيه سيستم ليش لا؟ أكيد استاذ مرير استاذ مرير انت تكلمنا عن الإمارات اليوم الإمارات فيها موجودة نعمة الأمن والأمان اليوم شوف بتحب تقدم كلمة شكرا لشيوح حكام براحة كتير بحبن أني يشغالين بأشان الدولتنا وأشان الشعبن حتى الأجانب مين بيجي أجنبي جنسيتو خلي شو بتكو خليتكو مسلم ولا غير مسلم ما فيه ما فيه مشكلة يعني كله نفس المعاملة بيشوفوه يعني نفسية مرتاحين كلتنا نفس الشي القانون بيمشي على الصح أهم شي هادو السيستام والنزام الدولة اللي بيكون قانون بيكون نزام بيكون سيستام على الكل بينجحوا عشانك أنا بحب إمارات بحب دبي كتير حتى أيالي بعد كلنا هنا ندرس بيحكوا عربي بيحكوا انجليزي يعني الحبد الله يعني نشكرن نشكرن كل العام موسيقى 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 على الشارع العام شارع الشيخ زايد من الصباح صارة نفتح صارة ثمانية إلى صارة واحدة بالليل أيبا كل الخدمات عنا موجودة ومين أي زبون بيجي ينبسط بصراحة وأنا أنا 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 شايف بعد يعني بعرف كل كل الأكلات يعني أشان هيك نجحت إذا واحد بيكون عنده خبرة ولا بيكون مطاعم ولا شغلك شو بيكون غير إذا ركزت بتنجح إذا ما ركزت ما بتنجح يعني اليوم إن شاء الله اسعارنا مقبولة للجميع إن شاء الله اسعارنا مقبولة للجميع وبعدين عندنا خدمات غير نضيفة يعني أي زبون بيجي ينبسط بصراحة أكيد 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 أستاذ مدينة اليوم إحنا نتشكرك على هذا النقاة و هذا الاستقبال نتمنى كل مدينة للنجاح التقدم إن شاء الله شكرا شكرا جديدا شكرا لك شكرا لك إلى هنا عزيز المشاهدين تنتح القتلة لهذا اليوم انتظرونا بكفاة جديدة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة أسدرين والبلانة في الخزن وددامة وفلس حقهم لو طامعين يا نشاملكم حزو كرامة عندنا وعنده لكم يا وليد مرحبا يا هلا حيب الشمامة مرحبا بصدور المخلصين يا نشاملكم حزو كرامة عندنا وعنده لكم يا وليد